اشتركوا في القناة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجع كان الكلام في أن إنكار الضروري في الأمور العقدية هل يخرجوا عن الدين أو لا قلنا بأن هذه المسألة تعد من المسائل الأساسية وتترتب عليها آثار كثيرة ونتائج خطيرة في مقام الجواب عن هذا التساؤل قلنا تارة النبني على ما هو المشهور وهو أن إنكار الضروري سبب مستقل للخروج عن الدين كما هو الحال لمن أنكر التوحيد أو أنكر الرسالة فإنه من أنكر التوحيد فإنه ليس بمسلم ومن أنكر رسالة خاتم الأنبياء فإنه ليس بمسلم لأي شأن كان ولأي سبب كان لشبهة أو لغير شبهة لقصور أو لتقصير لعلم أو لجهل لأي سبب إذا لم يؤمن برسالة خاتم الأنبياء فليس بمسلم فهل أن إنكار الضروري في الأمور العقدية أيضا كذلك يعني سبب مستقل للخروج عن الدين لأي سبب كان أو لا قلنا يوجد اتجاه اتجاه يرى أنه نعم لا فرق بين التوحيد والنبوة وإنكار الضروري كيف أنه ما سبب مستقل كذلك إنكار الضروري بناء على هذا الاتجاه فإن إنكار أي ضروري من ضروريات الدين يؤدي إلى الخروج عن الدين سواء كان يجب على المكلف أو على الإنسان الاعتقاد بذلك الشيء أو لا يجب لا فرق قد تقول أنه لا يجب الاعتقاد نقول نعم إنكار الضروري بسبب مستقل وهذا أنكر ماذا؟ أنكر ضروري من ضروريات الدين وإن لم يكن يجب الاعتقاد وأما على الاتجاه الثاني وأما على الذي اخترناه وهو أنه لا أن إنكار الضروري ليس بنفسه سبب مستقل للكفر فهل أن إنكاره يؤدي إلى الكوفر إنكار الضروري الجواب هنا نفصل التفتولي جيدا لأنه أنا خلال أسئلة الإخوة احتجت إلى أن أكرر أو ألخص البحث السابق هنا نفصل نقول إذا كان ذلك الضروري من الأمور التي بها يتحقق الإسلام يعني لكي يكون الإنسان مسلما لابد أن يعتقد بها وأنكرها لا إشكال ولا شبه أن ذلك الضروري أن إنكار ذلك الضروري يورث ماذا؟ يورث الكفر لماذا؟ باعتبار أنه لا يتحقق الإسلام إلا به والمفروض أنه ماذا؟ أنكره أما إذا كان ذلك الضروري مما لا يتحقق الإسلام به يعني يمكن أن يكون مسلما من غير ذلك الضروري فلو أنكره يخرجه عن الدين أو لا يخرجه الجواب لا يخرجه وقرأنا بالأمس كلمات الهمداني وكلمات السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك عبارة الهمداني واضحة وصريحة وكاملة واقعا رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة مائتين وواحد وسبعين قال لكن لِيُعْلَمَ لا ينافي التصديق ماذا الإجمال الذي يتحقق به الإسلام بل قد يتحقق الإسلام وهو منكر ماذا وهو منكر للضروري بل قد يجتبعان يعني هو مسلم ومنكر ماذا لا أقل شاك في ذلك بل قد يجتمعان بواسطة بعض الشكوك والشبهات الطارئة على النفس فليس الإنكار في مثل هذا الفرض منافيا للإيمان بالله ورسوله فلا يكون موجبا للكفر تقول إنكار للضروري وضروري من الضروريات العقدية ومع ذلك لا ينافي الإسلام يقول نعم لماذا لأن الإسلام يتحقق من غير هذا أيضا الآن من خلال الأمثلة بعد ذلك ستتضح فليس الإنكار في مثل هذا الفرض موجبا للكفر إلا أن نقول بكونه يعني الإنكار للضروري من حيث هو كالكفر بالله ورسوله سببا مستقلا للكفر كما هو صريح بعض وظاهر آخرين إلا إذا بنينا على الاتجاه الأول فإن مجرد إنكار الضروري يخرجه ماذا يخرجه عن الدين مثال أعزائي بماذا يتحقق الأصل الأول مثال نضرب الأصل الأول بماذا يتحقق الأصل الأول أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له التوحيد من أنكر التوحيد بعد التوحيد من أنكر التوحيد سبب مستقل للكفر الكلام آمن الإنسان لو سألته أنت تؤمن بأن الله واحد يقول نعم أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له سؤال اسأله سؤال ثاني قل له أي وحدة هذه التي تؤمن بها أنت كم حال أكو حال يقول والله هذا السؤال أصلاً ما أفتهم يعني شنو أي وحدة أنت تؤمن كما هو عموم النفس الآن اسأل الناس قلهم بأن الله واحد يعني شنو واحد واحد بعد يعني واقعاً يستغرب منك إذا سألته هذا السؤال ولكن نفس هذا المطلب عندما جاء عند المتكلمين عند الفلاسفة عند العرفاء بحثوا فيه بل في النصوص الروائية بحثت فيها بشكل مفصل بأي شيء يتحقق الإسلام إخواني الأعزاء بالوحدة الإجمالية والسأل من آمن بالوحدة الإجمالية لله أن الله واحد فقد ماذا ها فقد صار مسلم هس أنت تعال على سبيل المثال خلن نصعد باي الآن درجة افترض أن عالمين أحدهما آمن بالوحدة العددية لله وعالم آخر آمن بالوحدة ماذا غير العددية الوحدة العددية هاي التي نعد بها الأشياء أشياء اللي الإمام أمير المؤمنين يقول واحد لا كالعدد لا يحسب بعد يجي شخص من العلماء آمن بالوحدة العددية قال أن الله واحد عددي الآخر قال محال أن الله يكون واحدا ماذا عدديا وكانت الوحدة غير العددية من الواضحات من الضروريات من الأمور الثابتة على سبيل المثال الآن أيهما مسلم أيهما كافر عزيزي بعبارة أخرى هل يحق لأحدهما أن يكفر الآخر أو لا يحق الجواب كلا لماذا حتى لو كان كل واحد منهما منكر لما يؤمن به ماذا الآخر وفرضنا أنه ضروري يكون كافرا أو لا يكون كافرا لا يكون لماذا لأن الذي به يدخل الإنسان إلى الإسلام هما الإيمان بالوحدة بنحو الإجمال لا الإيمان بهذه الوحدة دون تلك الوحدة بس هذا الكلام أنا لماذا قلته لأنه في الآون الأخيرة مع الأسف الشديد أنه وجدت أن هذه القضية واقع بين بيد بعضي من لا تخصص له ولا معرفة له مباشرة أنه فلان يقول بالوحدة الشخصية للوجود إذن هو جنو ها كافرا مع أن الوحدة الشخصية أو عددية أو تشكيكية أو كذا هذه داخلة في الإسلام أو غير داخلة في الإسلام ليس بها يتحقق الإسلام لم يثبت لنا أن الوحدة التي بها يتحقق الإسلام هو الوحدة من نوع أليف فإذا صارت من نوع باء فهي ماذا فهي تخرج الإنسان عن الإسلام ليس الأمر كذا ولذا كل المحققين أعزائي المحققين أنا أتكلم لمن عرض المسألة أو وقت صار راجعت كلماتهم كل المحققين عندما وصلوا إلى مسألة الوحدة الشخصية للوجود التي تنسب للصوفية للعرفاء للجين هذا ليس مهم لمن تنسب كلهم قالوا أن هذا لا يدل على الكوفرمول إلا في بعض الفروض التي لا يقول بها عاقل مو لا يقول بها عالم فقط من باب المصادر أعزائي الكرام التنقيح للسيد الخوي قدس الله نفسه حتى تعرف أن الوحدة المطلوبة في الإيمان هي الوحدة ماذا الوحدة الإجمالية للوحدة التي لها خصوصية خاصة في التنقيح المجلد الثالث صفحة واحد وثمانين هذه عبارته يقول والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام هذا القيد قيد ماذا واضح باعتبار إذا لم يلتزم بأحكام الإسلام فهو خارج ماذا يعني يؤدي إلى إنكار أصل الرسالة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم وذلك لعدم ماذا لعدم كفرهم خب الآن هذه عبارة المتن عبارة السيد أما الحاشي القائل بوحدة الوجود إن أراد أن الوجود حقيقة واحدة ولا تعدد في حقيقته وأنه كذا وكذا فهذا هذا المعنى الأول فهو مما لا يستلزم الكفر والنجاس بوجه من الوجوه بل هو مذهب أكثر الفلاسفة هذا الأول ثاني وإن أراد بوحدة الوجود أن الوجود واحد حقيقة ولا كثرة فيه وإنما الموجود متعددون ونظرية الانتساب المعروفة بنظرية الانتساب لذوق المتألهين أيضا في أخر المطاف يقول ولقد اختار ذلك بعض الأكابر ممن عاصرناهم وأصر عليه غاية الإصرار بجملة وافرة من الآيات حيث أنه تعالى قد أطلق عليه وهذا المدعى التفت جيدا وهذا المدعى وإن كان باطلا إلا أنه غير مستتبع لشيء من الكفر والنجاسة والفسق بل نحن نختلف معه نقول هذا الذي تقوله في الوحدة صحيح أو باطل باطل ولكن ليس كلما إذا اختلفنا في الوحدة إذن هو كافر أنت ماذا؟ أنت مسلم وإلا لازمه أعزائي بعد نحن لا يبقى عندنا إنسان مسلم لماذا؟ لأنه هذا يقول أنت كافر ذاكم يقول أنت كافر الجمع شي يصير مولانا؟ وكلاهما كافر يقولون في قضية سياسية أن بعض الأحزاب السياسية اختلفت فيما بينها فبعضنا اتهم هؤلاء أنكم عملاء أنتم للأجنبي وإذولاكم اتهموا هذولا أنتم شنو؟ عملاء للأجنبي رئيس الدولة قال أنا أصدقكم جميعا أنتم كلكم شنو؟ عملاء للأجنبي فعدمهم كنو خلصة القرن قال لأنه هذولا يقولون أنتم عملاء وهم صادقين ناس فوش ناس هذولا؟ هذولا يقولون أنتم شنو؟ عملاء هم هذولا صادقين فأصدقكم جميعا إذا صار البناء أعزائي هذا يتهم هذا بالكفر ذاكم يتهم هذا شنو؟ بالكفر إذن بعد إحنا يبقى عندنا عالم مسلم أو لا يبقى الأعلام ملتفتين إلى هذه القضية فلهذا يقول وإن كان أمرا باطلا ماذا؟ في نفسه ولكن لا يستتبع الكفر والفسق وبقي احتمال آخر وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وهو الذي اختاره صدر المتألهين والأولياء العارفين من عظماء أهل الكشف واليقين قائلا بأن الآن حصحص الحق وضمحلة الكثرة وارتفعت أغاليط الأوهام هسه هو السيد يقول إلا أنه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام وبتعبير السيد الشهيد مبني على أصل صوفي لا نفهمه هذول الشيخ دون يقولون ما ندري التفتولي جيدا ولكن وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود بهذا المعنى الأخير حتى الذي لا نفهمه أيضا غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسد من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعنى نعم أكو فرض واحد إخوان الأعزاء إذا التزم به أحد لا إشكال في كفره ما هو وهو أن يقول كل شيء تخلي إيدك عليه هو الله يعني تضع يدك على الجدار هو جنه الله تخلي يدك على أبو جهل هو جنه الله تخلي يدك على الحمار تقول ماذا خب هذا إذا رأيت أحدا يقول هذه المقالة بيني وبين الله تقول الله يشفيك ملانا لا أكو قائل يقوله ولذا ولذا السيد الخوائي ملكفت إلى هذه القضية يقول وإن أراد من وحدة الوجود أنه ليس في الدار غيره ديار كل شيء ماذا هو الله يقول وهذا القول نسبه صدر المتألهين إلى بعض الجهلة من المتصوفين وهو الذي ورد في قول بعضهم كذا وكذا إلى آخره ليس في جبتي سوى الله خب إذا وجدتم أحد يقول من العرفاء من الصوفية هذا المعنى بيني وبين الله قولوا ماذا لأن هذا نتيجة هذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو لا يؤمن لا يؤمن لأن كل شيء هو ماذا هو الله هذا السيد الخوائي رحمة الله تعالى عليه سيد الحكيم في المستمسك سيد الحكيم في المستمسك الجزء الأول صفحة 391 في صفحة 391 هذه عبارته يقول أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة ومنهم السبزواري في تعليقته على الأسفار لا عزاء الاردون يراجعون الجزء الأول صفحة 71 في تعليق على الأسفار أقولوا ينقلها كاملة هنا أقولوا بعد أن ينقل عبارة من عبارة السبزواري في الأسفار أقولوا حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص سيدنا أنت تحسن الظن بهم يقول بل لابد من حسن الظن بهم لأن علماء كبار هذا ولا مو ناس عاديين حتى بمجرد قالوا قول ماذا نفعل نتهم أمنا سيد حيدر الآملي مو إنسان عادي حتى أنا بمجرد نسب إليه وعدة الوجود أقول ماذا أقول كافر مل صدر صحيح نختلف معهم مئة في المئة ما مختلفين ما عندنا مشكلة ولكن لا يمكن أنه نتجاوز ببساطة عنهم حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص هذا الأصل هذا الأصل اللي مرتبط بالأشخاص وهو أن تنظر أن المتكلم من هو والحمل على الصحة المأمور به شرعا وهذا هو الحكم الفقي يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها نقول يقينا أن هؤلاء قالوا هذا الكلام ولكن يقينا مو مرادهم ماذا هذا الظاهر الذي يأتي إلى الذهن هذا هم ماتي أنا السيد الحكيم قدس الله نفسه وكذلك أعزائي ما يرتبط بالسيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام الجزء الأول صفحة أربعمائة وخمسة هذه عبارة هناك يقول وأما القائلون بوحدة الوجود فمقتضى الأصل والإطلاق طهارتهم أيضا إلا إذا رجع اعتقادهم إلى إنكار الضروري إلى أن يأتي يقول فقط الذي هو باطل بأن يكون الله تبارك وتعالى عين الكل والكل عين الله تبارك وتعالى كل شيء هو الله والله ماذا كل شيء هذا الذي أنكر ماذا أنكر الضروري وما دون ذلك بعد إنكار للضروري أو ليس إنكار للضروري ليس إنكار للضروري ولا ريب في أنه إنكار للضروري إن كان له وجه معقول متصور إلى آخره وآخر من ذكر ذلك سيد الشهيد رحمة الله تعالى في بحوث شرح العروة الوثقة الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وأربعة وتسعين هذه عبارته لعله من العبارات الجيدة أعزائي وهو أنه يقول الضابط هو أن القائل بالتوحيد لا بد أن يصور لنا نحوا من الاثنينية بين الخالق وبين المخلوق لا يقول لنا أن الخالق عين المخلوق وأن المخلوق ماذا؟ عين الخالق أما كيف يصور ذلك وبأي نحو يصور ذلك بعد هذا الداخل في مسألة التوحيد أو غير داخل في مسألة التوحيد فلتكون هناك خمس نظريات في تصوير الاثنينية ولكن كلهم يقولوا ماذا؟ يقولوا بالاثنينية لا شك في أن الاعتقاد بمرتبة من الثنائية التي توجب تعقل فكرة الخالق والمخلوق مقوم للإسلام إذ بدون ذلك لا معنى لكلمة التوحيد وهذا صحيح لأن معنى التوحيد أن يوجد خالق وأن يوجد مخلوق أما أعزائي أن هذه الاثنينية على نحو بتعبير الإمام أمير المؤمنين على نحو البينونة العزلية والعددية أو على نحو البينونة الصفتية وغير العددية بعد هذا الداخل في حقيقة الإسلام أو غير داخل فلو أنكره منكر وكان ضروريا يخرج عن الدين أو لا يخرج عن الدين يعني الآن أضرب مثال مثال الفقي بعد وهو أن الفقيه انتهى إلى أن الوخ أن الاثنينية بين الله بين الخالق والمخلوق هي الاثنينية الموجودة بيني وبينكم أنا وأنت اثنان لهم مو اثنان بل اثنان يقول أنا واللهم أيضا ماذا اثنينية من هذا القبيل كيف أن هذا الكتاب يتميز عن هذا اللهم يتميز عنا بنفس هذا التمييز كما هو رأيه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية وجاء عالم آخر متكلم آخر قال محال أن تكون هذا النحو من التمييز هو الحاكم بين الخالق وبين المخلوق أيهما مسلم أيهما كافر أعزاء الجواب لا هذا داخل في قوام الإسلام ولا ذاك داخل كلاهما مسلم ولكن اختلاف ماذا في وجهات النور نحن الآن كثير من أفكار ابن تيمية وأفكار المجسمة وأفكار الحشوية وأفكار الذين يقولون كذا وكذا ابتعدوا عن أهل بيت في التوحيد كلها نقول ماذا صحيحة لو باطلة عندنا نقول من المسلمات أنها ليست هي ماذا حق ولكن هذا يخرجهم عن الإسلام أو لا يخرجهم عن الإسلام الجواب لا يخرج أحدا عن الإسلام هذا إنما أقوله أعزائي حتى شوية بتعبيرنا العراقيين شوية تأخذ بريك عندما تريد تحكم على أحد بالكفر كونوا على ثقة أن أنت ليس والحمد لله أنت مو الحاكم على الإسلام والكفر وإلا ما كان بقيت أحد مسلم الحاكم على ذلك هو الله أنت وظيفتك أن تعرف الموازين هذه موازين كذا وكذا أما مباشرة بمجرد اختلفنا في الرأي فهو كافر أنت مسلم فهو داخل خارج عن المذهب أنت داخل في المذهب هذه تعالوا شوية خففها أعزائي فلتكن على أساس الضواب هذا ما يرتبط بالأصل الأول الأصل الثاني وهو النبوة بماذا يتحقق الإسلام قلنا يتحقق الإسلام الإيمان بالتوحيد والإيمان ماذا؟ بالرسالة أي قدر من الإيمان بالنبي يحقق الإسلام؟ أي قدر؟ الجواب أن تعلم أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه معصوم فيما يخبر به وأن كل ما جاء به إجمالا هو ماذا؟ هو حق من الله سبحانه وتعالى سؤال معصوم قبل البلوغ لو مو معصوم قبل البيوغ لو أن الآن جاءكم شخص قال أنا لا أؤمن أن النبي معصوم قبل البلوغ أكثر من ذلك صعد قال أنا لا أؤمن أن النبي معصوم قبل ماذا؟ قبل النبوة أصعد بعد قال أنا لا أؤمن أن النبي معصوم في الموضوعات صعد بعد قال أنا لا أؤمن أن النبي معصوم في تطبيقات الحكم الشرعي يعني شنو يعني يبين الحكم الشرعي ولكن من اللي يجي طبقه قد شنو شنو يشتبه مل يسهم له خب مسلم هذا لو ما مسلم ما اتصور ان احد يختلف في انه ليس من شرط الايمان بنبوة النبي ان يؤمن بانه معصوم مذولادته الى ان يموت ابدا لم يقل احد لا فقط الاختلاف بين علماء المسلمين وانا لو كان ذلك الشرط اذا كل المسلمين يخرجون ماذا يخرجون عن الاسلام لانهم لا يؤمنون بل كثير او جملة من علماء الامامية سوف يخرجون ماذا قل معي ماذا يخرجون عن الاسلام يعني لان الشيخ الصدوق معتقد بسهو النبي له مو معتقد خب هذا الشرط في الاسلام او ليس شرط في الايمان برسالة النبي او ليس شرطا فيها فان قلت انه شرط في الايمان برسالة النبي او لا يعتقد انه يسهو اذا الشيخ الصدوق ما هو ها خارجون عن الاسلام خارجون عن الاسلام ها مو خارجون عن المذهب لا لا خارجون عن ماذا عن الاسلام يلزم صدلا عن السباق الامة يلزم خروج ماذا يلزم خروج عن المذهب الان نتكلم في من نحن في النبي صلى الله عليه وآله ولذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح المجلد الثالث عند عبارة هواية جيدة في صفحة ارمع وسبعين من التنقيح وخمسة وسبعين من التنقيح هذه عبارته عبارة سيد الخوئي هذه يقول لو ان شخصا اعتقد بان الرزق والخلق والايجاد والموت وغيرها كما تسند الى الله تسند الى غير الله سبحانه وتعالى يعني كما يصح اسناد فعل الرزق والخلق والإحياء والإماتة الى الله كما هو صريح القرآن يمكن اسناد هذه الافعال الى ماذا الى غير الله سبحانه وتعالى الى بعض اوليائه فهل هذا يوجب الكفر او لا يوجب الكفر يقول ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولو اسند فعل غير اسند فعل الله الى ماذا الى غير الله سبحانه وتعالى يقول وإلا لو كان كذلك للزم ان يكون من اسند اليهم فعل من افعال الله يلزم ان يكون ماذا كافرا اولهم من يصير كافر عيسى يصير كافر لانه يقول واذ اخلق لكم من الطين كهيئة الطيب فاسند الى نفسه فعل من فعل الله سبحانه وتعالى ولذا يقول كما ورد وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِاذْنِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ إِسْنَادِ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ الى الْعَامِلِينَ لَهُ بِضَرْبٍ مَاذَا بِضَرْبٍ مِنْ الْإِسْنَامِ اصلاً كل الملائكة يصيرون مولانا كفار لماذا لان القرآن يقول يدبر الامر من السماء الى الارض فمن المدبر للسماوات والارض الله رب العالمين هو المدبر إذن فالمدبرات أمره كلهم يصيرون مولانا يصيرون كفار لأنه أسند إلى الملائكة فعل من أفعال من؟ من أفعال الله ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري فعد هذا القسم من أقسام الغلو محل الشاهد هذه الجملة نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أو ما نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن النفي السهو عن النبي أول درجة الغلو فلو أنت صار مبنائك أخي العزيز أن النفي السهو عن النبي من ضروريات ماذا؟ من ضروريات الدين إذن الآن الشيخ الصدوق دي ينكر ماذا؟ قل معي دي ينكر ماذا؟ دي ينكر الضروري من ضرورياته الاعتقاد بالنبي الأكرم يخرجه عن الدين أو لا يخرجه عن الضيء؟ أبداً لا يخرجه لماذا؟ لأن هذه القضية ليست داخلة في حقيقة الإيمان ماذا؟ في حقيقة الإيمان بالرسالة هو لابد أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله مرسل ماذا؟ من قبل الله أما يسهو أو لا يسهو هذا ليس داخلاً في الاعتقاد فلو أنكره وكان ضرورياً يخرج أو لا يخرج وكم له أمثلة ونظائر كثيرة في التوحيد وماذا؟ وفي النبوة الله يعلم الأشياء قبل إيجادها أو لا يعلم شو تقول المولا؟ إذا قلت يعلم يقول ماذا؟ لا يعلم يقول يعلم حين يعلم الكليات وحين وجود الجزئيات ماذا؟ يعلمه يكفر أو لا يكفر؟ الجواب لا لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى المقوم ليس له ليس معرفة أن العلم تفصيلي قبل الإيجاد أو ليس تفصيلي قبل الإيجاد يقول فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الشيخ الصدوق أن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو والغلو بهذا المعنى الأخير يا معنى اللي من مصاديق نفي السهو عن ماذا؟ النبي والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بعد بل لا مناص عن الالتزام به يعني سيدنا أنت مغالي يقول بل إذا كان هذا غلو أنا جنو ها؟ أنا مغالي إذا أعزائه إذا اتفق أحد معكم في مسائل النبوة أفواً إذا اختلف أحد معكم في مسائل النبوة التي لا تدخل في ضرورة الاعتقاد بها في الإيمان بالرسالة فهذا يخرج عن الإسلام أو لا يخرج عن الإسلام؟ لا يخرج عن الإسلام خلذهمكم يم أطبق هذه أعزائي الكريم طبعاً في مسألة العصمة واقعاً المسألة أهواي مفصلها لا تصورون بأنه علماءنا في مسألة العصمة يعني عصمة النبي صلى الله عليه وآله أهوايه مسلمة واضحة لا أبداً لا لا الأعزاء كلهم يعرفون بأن الشيخ المفيد من مؤسسي المباني الكلامية لمدرسته أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واختلافه رأيه الشيخ المفيد ها مو شيخ الصدوق أنا الآن عمّن نقلت شيخ الصدوق ها ستقول لي سيدنا شيخ الصدوق مو من المؤسسين للمباني الكلامية أما الشيخ المفيد فمن المؤسسين للمباني الكلامية في البحار أعزائي المجلد السابع عشر صفحة ستة وتسعين بعد أن يشيروا إلى اختلاف آراء العلماء في عصمة النبي والأئمة الآن حديثنا وين في النبي مو في الأئمة بحث الأئمة له بحث آخر وقع كلام أن عصمتهم وكمالهم قبل البلوغ أو قبل النبوة هل هو تام أو ليس ماذا أو ليس بتام أقرأ لك شوية العبارات وإن كانت طويلة بس أقرأها مفيدة يقول عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد ولا يجوز عليهم ترك مفترض طبعا في حال النبوة والإمامة إلا أن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب إذن التفتوا جيدا أولا يقول حتى الأنبياء في حال نبوتهم قد يتركون شنو المستحبات نعم يقول أئمتنا والنبي الأكرم لا لا يتركون المستحب يقول أما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم يعني ماذا يعني مذولدوا إلى أن يرحلوا عن هذا العالم يدخل في تفاصيل إلى أن ينتهي إلى النتيجة هذا كلام الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد يقول والوجه أن نقطع على كمالهم يعني النبي الأكرم والأئمة في العلم والإصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك مو قبل البلوغ قبل الإمامة يعني النبي ما قبل النبوة معصوم لو ممعصوم شو يقول الشيخ المفيد متوقف وتوافق أنت الآن هذا الرأي موافق عليه في زماننا أو غير موافق عليه غير موافق عليه الشيخ المفيد يخرج من الدين ولا يخرج من المذهب لأن هذه المسائل ليس مما يجب الاعتقاد بها في الدخول إلى الدين أو في الدخول إلى المذهب إذن إذا واحد الآن نقلوا لك فلان شخص لا يؤمن بعصمة إمام أو النبي قبل البلوغ مباشرة لا يقول عجيب أنكر ضروريا من ضروريات المذهب إذن محكوم جنو محكوم بكفري هذا منطق منطق غير العالم البرحة استعمل في التعبير مولانا ما كان مناسب منطق غير العالم منطق غير المحقق منطق غير الواقف على كلمات ماذا كلمات الأعلم هذه كلمات الأعلم ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة يعني ما قبل النبوة والإمامة وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله عقولهم وأكمل الله عقولهم عند الإمامة وعند ماذا وعند النبوة خب الآن أنا أوافق على هذا الرأي أو أختلف معه مو أنا الآن كل الأعلام المعاصرين يوافقون أو يختلفون يختلفون الوقت ضاق أنا فقط جملك أنا أقرى لكم أعزائي وهكذا في مسائل الإمامة أعزائي في مسائل المذهب وأصل واحد هو الضروري أعزائي وهو أن تعلم أن هؤلاء التفتولي أن هؤلاء مفترضوا الطاعة من الله سبحانه وتعالى هس عدد 12 والثاني 10 حيون هذا من داخل وما زاد عن ذلك يدخل أو لا يدخل في مسألة الدخول إلى المذهب لا أبدا ملا ما ردم أفصل أكثر من ذلك خصوصا في مسائل الخلافة بعد رسول الله وهذه فيها نصوص أعزائي مو أنا أقولها يعني مو أنه هذا استنباط شخصي فيها النصوص من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الرواية نقول لك من عيون أخبار رضا وموجودة في مصادر أخرى في عيون أخبار الرضا المجلد الثاني صفحة 290 قال يقتل حفدتي بأرض خراسان قال أبو عبد الله الصادق يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة فأدخلته الجنة قال قلت جعلت في ذاك وما عرفان حقه أن نعرفه ما هو قال يعلم أنه إمام مفترض يا ابن رسول الله معصوم من أول من يخرج من بطن أمه إلى كذا يقول نعم إذا آمن بهذا فهو من كمال الإيمان ولكن ليس من أصل الإيمان أن يعلم أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن فإن أنكر ذلك منكر وأنت اعتقدت أن هذا من ضروريات المذاب فإن كاره يخرجه عن المذاب أو لا يخرجه لا يخرجه ذاك من كمال الإيمان فإن اعتقدت أن الرجعة ضرورية من ضروريات المذاب وأنكرها منكر يخرج عن المذاب أو لا يخرج لا يخرج لأن الرجعة ليست من أصول الإيمان في المذاب وهكذا عشرات الأمثلة إذن أعزائي في مسألة هاي الأصول الثلاثة الأصاسية عندنا في مسألة التوحيد في مسألة النبوة في مسألة ماذا الإمامة الحد الأدنى اتضح وما زاد عن ذلك حتى لو كان ضرورياً فمن أنكره يخرج عن الدين والمذهب أو لا يخرج الجواب لا يخرج والحمد لله رب العالمين جدين صاد قلوباً أممي بجمال وشرف حل في ساحة وادي سلمي وعلى رتن ورد ليس في العرب ولا في العجم مثله رطب الجسد صحت لما حل في المنتزم وعلى حجر ورد آيات